يبدو أن قانون الاستراد والتصدير الجديد الذي صدق عليه البرلمان أول أمس وقف على قنام المستوردين حتى قبل أيام من الموافقة عليه من قبل نواب الشعب وهو ما عطل ورهن حوية ومشاريع العديد من المستوردين مستورد ولاية قسنطينا تسأل عن سبب تماطل البنك الوطني الجزائري في منح موافقته لإدخال منتجاتهم إلى السوق الوطنية الأمر الذي يرجح أن يكون هذا التأخر ناجم عن الإجراءات الصارمة لتشديد الخناق على المستوردين ومقدمة لكبح نشاطه البزنازية نحن الوقت عندنا في البرلم يسلك 10-15 مليون في البرلم وهو قلت يتمسخها بنا إذا كنت طلبوا من المدير هذا العامة لبيانا يشوفنا قلنا له كيفية المشكلة هذا والأخر قال لي يروح ديك لاري بالمدير تالاجونس المدير تالاجونس ما عدتها مشكلة قال لك أنا خدمت خدمتي جيني راكور من عند ديجي الفوق باش نقدر لهم يسك ذو كالحاوية كينا ب40 في دولار كينا ب50 في دولار سما بنعطيها الكون دينار ب700 مليون 500 مليون هذا ولتزال عشرة حاويات المستوردين محتجزة بالموانئ إلى إشعار غير معلوم